اللي هو بيمتلك خبرة إفريقية كبيرة ومن ضمن كمان يعني التعاقد معه بفترة من الفترات اللي هو عنده خبرات إفريقية كبيرة في مباراة بترو أتليتكو حصل تغييرات كبيرة في التشكيل أثرت على الأداء في الشوت الأول الشوت الثاني عالج الأمور بنزول شكبالا ويوسف أوباما الوضع برضو اختلف في مباراة سموحة أثرت على سجرادة مباراة سجرادة شايف أنه هو هيبقى في حالة مختلفة من التركيز وأعني كلمة التركيز قدام الوداد المغربي والتركيز تشمل كل شيء آه طبعا ما نفهم إحنا خلينا بس أرجع لك تاني فيما يخص النقطة اللي أنت قلتال أن هي النقطة مهمة جدا هيا بس دي لقطات خاصة وحصرية من تدريبات نادي الزمالك في المغرب دي زي ما نتشايفين جدا أثناء المران الأول لنات زمالك في المغرب بشكل طبعا المنظومة الإعلامية ده نات زمالك وزميلي كريمة وبحسين وتحياتنا طبعا لكريمة وبحسين ومستلم إنه فيديوهات تاني بقو طيب خلينا أقول على فكرة إنه لأن الناس كلها طلعت هاجت بشكل فوق الوصف على كارتيرون خلينا أقول برضو نفس الكلمة اللي قلتها عن كيروش فمش هتغير الكلمة كتير بعد التأليفة اللي عملها في تشكيل الزمالك وتغيير تسع لعبين مرة واحدة في أحيانا المدربين كده بيحب يعمل الفيه كل المدربين عادي جدا بقرأ الخصم ما بعرف أنا هلعب ازاي 3-4-3-4-3-3-4-3-2-1-4-2-3-2 الكلام ده كله وهقف على مفاتيح اللعب دي وهعمل دي بس بيطلع لك كل عشر سنين كده مدرب بالتعرهان بيحب يراهن بيحب يعمل ريسكات كارتيرون مش بتعرهان مش بتعرهان مش بتعرهان مش متعودين يشوفوا مثلا كل 3-4 مطشاط بيغير التشكيل مش زي جوارديولا مثلا مش زي مانويل جوزيه مانويل جوزيه كان بتعرهان مانويل جوزيه كان بيلعب وقال جمعة مهاجم عشان فلافيه ما بيجيبش جوان فكان مانويل جوزيه كان بتعرهان ابس كارتيرون ما عندوش الأدوات كارتيرون حاليا ما عندوش الأدوات ولا عنده الأدوات ومش عارفه إستدامه لا ما هو ما عندهش الأدوات نظرا لأخطاء الشخصية لا لأخطاء الشخصية أولا لا لا أخطاء الشخصية أولا لا لا أخطاء الشخصية من بداية الموسم وخلاص وده أنا نتعامل معه ونتكيف بناء عليها عندنا القايمة دي هي هل أنتنم بيها سيزي حلو الكلام أخطائك الشخصية أثرت عليك بشكل ما أنه طارق حامد لما تصاب وطارق حامد هو أهم من لعيب رقم 6 موجود في مصر دلوقتي طارق حامد لما تصاب أنت معرفتش تلعب مين مكانه لأن أنت مجمد وده ميزة مثلا حد زي موسيماني ميزة حد زي علي مهر ميزة حد زي هم اللي بيعملوا روتيشن طول الوقت عشان لو حد يعيلاقي حد صغير ومجاهز بنفس درجة الكفاءة لما طارق حامد تصاب أنت ما كانش عندك محمد أشرف روقه معين محمد أشرف روقه واحد من اللعيبة المميزة جدا في مركز البوكس تو بوكس لما كان بلعب مع أمبي بس من كتر جلوسه على الدكة أصبح مثار انتقاد ونقد من كل جميل الزمالك بلا استثناء وفعلا أداءه الفني في الملعب مش كويس إمام عشور بتدفع به هو مشواخد الثقال إنه هو ما عندوش خبرات مش ما عندوش خبرات أنا أعاسف ما عندوش مشاركات مع الفريق في المركز ده تسمح له إنه هو يظهر بشكل كويس مشيت محمود عبدالعزيز زيزو مشيت محمود عبدالعزيز اللي هو اللي كان الأنسب البديل الأنسب إنه يلعب مكان طريق حامد كل لعيب بتخطي الوسط إنت ملعبتهمش وكنت بتلعب بطريق حامد فقط لغير لما وقع طريق حامد إنت معرفتش تعمل إيه طيب أخطائك الشخصية فيما يخص الروتيشن ما عملتوش طيب أخطائك الشخصية فيما يخص التشكيل هو حب يراهن لأنه خلي بالك من حاجة كارترون لو كنكسب المطش ده كنا هنطلع نقول عليه إنت أعظم من جورديول تغير تسع لعيبين وإنت ما عندكش احتياطي عشان كده لو كان كسب كانت كل استيديوهات التحليل هتقف تسقف له وتقول له إيه العظمة دي هو ده رهان هو خسر الرهان بس ده مش معنى أنه هو مدرب وحش فيما أصدق اللفة الطويلة لأنا قلتها دي ليه عشان أرجع لك تاني فيما يخص مباراة الوداد لا أعتقد أن المباراة الوداد هتبقى تركيز كامل 100% تركيز من اللاعبين ومن الجهاز الفني الأقرب إمام عشور عشان طلق حامد الأسف الشديد مش هيلحق المباراة الموجود في مصر أصلا بيعمل التأهيل زي ما أستاذ أحمد مرطان مصور مأكد لنا إمام عشور الأقرب إن هو يلعب في المركز دوت في مركز رقم 6 يعني قدامه مين معرفش بس هي الفكرة إن أنت سافرت مباراة وعندك المطش يوم السبت عندك 3 أيام أكيد الخطة معمولة والبوزيشنينج معمول وهنقض الأربعة أيام دولة نركز على مهام اللاعبة اللي بتلعب في المكان دا الأول مرة ودي حاجة مهمة جدا إن إحنا نبقى عارفين إمكانياتنا إيه وعارفين إن إحنا ما عندناش حلول أخرى فنبدأ نركز أنا ما عنديش أنا فاشل في الفرنساوي وعندي امتحان ومش هينفع أزوغ منه ومش هينفع حد يمتحن مكاني فلازم أقوي نفسي في الفرنساوي عشان أنجح هي نفس القصة بالظبط أنا عندي أزمة في خط الوسط وما عنديش أي حلول أخرى غير إن أنا ألعب حد من الثلاثة دول في خط الوسط أو ما عنديش حل غير إمام عشور فلازم أقعد الخمسة أيام أدرب إمام عشور على إزا يلعب رقم 6 أقعد الخمسة أيام أدرب إحمد سيد زيزو إزا يلعب رقم 8 وهكذا هي كرة صعبة أوي كده لا هي مصصعبة أنا ليه ما كنتش بحس إن الكرة صعبة أوي كده والمسميات الجديدة اللي هي 4 و 3 و 6 و 7 و 8 صحيح يعني الدنيا بقت صعبة أوي كده ليه ما بقتش حس يعني كان بكده أيام حسن شحات أيام جوزي أيام حد يقدر يقول لي لو سمحتو يعني إيه ستة بس أيوة حد يقدر يقول لي مراكز هو مين اللي اختراح العيبة هي موجودة طول عمراء بس إحنا كنا بنحب الكلام